لو ويت سلمتوا سليحكم بوقتها و بعتوا جزء منه أنا ما كنتش مع الدكتور جعجة يا مطل ما كنت كنت بطلت لا أنا كنت معهم و منكسر عهم و فلع فرنسا و كنا قبل بليلة و نحن بياه أنا نخلص عبكرة فيتين لأنه إذا فيتين ليه لك حلي يعني نحن قيفنا كمان و أنا تخب بيت و أتفتوا و أتفتوا و أنا وفتوا ع بيتي أخذوا لي كل السلاحات و أتفتوا السوريين أه سوريين أه تخب بيت و أتفتوا السوريين أه شو لك يا فتوا المخابرات السوريين ع بيتي ما كنت رئيس جهاز أمن بوقتها ليه شو تخبت ما تخبت ماش إنه هربت رزحت من الطريق يعني مش إنه تخبت ليه رزحت من الطريق أنا شفت أنه خلص خسرانين خسرانين أخي أول شي هني فتين بأرار بأرار وبعدين عندما قتلق لنا شمع و اختفعنا شمع نحن الله يرحم و رئيس داني طب منهم و بالواجهة كل الوقت وبعدين فتوا ع بيتي ما خلوا لي شيء ما خلوا لي شيء عندي أنا لا سلاح ولا وراء ولا صور ولا شيء ما عندي شيء من أيام الشيخ بشير و من أيام إلي حبيقه صور بس كيف معتا قالوك بوقتها ما أجو صوبي أنا كنت قريب من حبيقه أنا كنت محسوبة حبيقه ما أجو صوبي بس أنا زحت من الطريق طيب كنا عم نقول لما يمدي يسلم سلاحه الحزب شو المخرج بدوا يعملوا دولي بدوا يعملوا دولي هلأ متل ما ماشي الأمور لا مش هاجل القصة متل ما ماشي هلأ نتانياهو مش عم يفكر أنه في دولي بلبنان مش عم يفكر هو كل همه رأيه العام اللبناني ما يروح ما يجي صوبه بس أنه بيضرب بيضرب أخواننا الشيعة وان في حزب الله بيقتل بيعمل وان في كذا ما فرقين معه بس أنه غير ناس ما عم يدفعهم لا لأنه هو عم يدفش إلى حرب أهلية وبعدين يركب دولي عزوه يعني يفكروا شو عم يفكر اليهودي والله العظيم تفكيره كتير خطير لبنان وآدم على مرحلة كتير خطرة المؤسسات الأمنية والجيش ما بيقدروا يستلموا الجنوب إلا ما يعطوهم سلاح الفرنساوية هلأ بدي يعملوا مؤتمر بدي يعطوهم سلاح ويزيدوا حدد الشو اسمه هو الطوارئ الدولية وقت بيجي بيضرب حاجز الجيش بروح تسع الجرحة بروح تيلان كل يوم كل يوم كل يوم بيضرب الأمم المتحدة وبكسرهم وبفوت عمركزهم وكل شي لا ما بدو يهم بدي يفوت لأنه بدو يكسر ما بدو يهم بدو يهم حسب شروطه هيدا هيدا يرجع يطلع وتولع حرب أهلية يمكن بالبلد مثل ما كتير اليوم ما هو ما عمل حرب أهلية بالجبل مين عملها؟ إسرائيلي قاعد بيعالي أصف هون وأصف هون وحمل حالة ونصحب وطلع بعضنا شو طلعنا يعني شو طلع لنا لا دروز استفادوا لا المسيحيين استفادوا لا شي دمار ودمار كل اخترب البلد قدش ضلت الحرب ثلاث أربع سنين بالجبل من 82 لأربع 85 بعد أنا لابقلك أنه نتنياهو هو بطبيعته قدر يستمر كان 16% اليوم صارح محلة بإسرائيل لذلك هذه الدولة بتتكل على دعم الشعب لقلها وبعدها المصاري قد ما بديك فيه أمريكا فتح بارها 22 مليار و 800 مليون دولار بعتطلو أمريكا يعني قرش بليسر بس ما عندك ولا لا لحظة شك بأنه في شي ممكن يغير كل هالمعادلة لا والله إذا مات نتنياهو بيتغير الوضع إذا مات نتنياهو في حال اغتيال نتنياهو أو قتله أو مات موت طبيعي بيتغير الوضع كله بإسرائيل كل شي بيتغير الوضع معنا بلبنان كل شي بيرجع لحاله ما مش نهيك مين قال أنه اليوم يعني طالما هنا فيه اليوم مقولة وقال أنه طالما المدفع ما سكت الحرب ما خلصت يعني ما حدا بيقدر يعرف نتيجة حرب غير ما فعلا يقوله وقفنا لأصف كيف تنقل بمعادلات كيف تتغير أمن إسرائيل من أمن أمريكا نحنا ما عم نفهمها هايدي عنده نيع شعار بكل إعلامهم الموساد ما عنده ما عنده صفحة على الفيسبوك هاي مش صفحته هايدي صفحة صديقة لأله بيكتبو ما عنده تويتر ما عنده شي بس شوفي فوت عليها وشوفي بتشوفي أنه أمن إسرائيل من أمن أمريكا إعلامهم العادي شو بدي خلينا هايدي نحكي من الموساد هاو دي بيعتبروا وقت بيكون في خطر على إسرائيل جابوا حاملتين طائرات وأربعين أطعى بحرية الأمريكان أول جمعتين بس نتنياهو السلام ندف واصططلوا واجوا كلهم رئيس الأمريكي اجوا كلهم وفرنسا وكلهم ضامنوا معه مش حاله بلش عص النوار زبط وضعه بلش يكسر بغزة ويقتل العالم ويعمل كل شي ومسك زمام الأمور حملوا حاله ونصحبه هلأ رجعوا وإجوا لا لأنه مريدوا بإيران إذن أمن إسرائيل هو من أمن أمريكا نحن خلينا نكون وقعيين يعني اليوم ما بقى فينا نحكي أنه مين نتنياهو من قاتل وكذا كانت العين أيو مخرز أيام السيد حصل نصر الله وقت كان فيه رئيس بشهر الأسد بالمحور وقت كان سوريا بعزة هلأ نضربوها مين ضرب سوريا مين قطر قطر بطلب أمريكا هي ضربة سوريا قطر وقت راح دفع مئة وثلاثة من هيك لحد اليوم بعد ما قدروا يعملوا مصالحة ولا حتى دول الخليج بين الرئيس السوري وأمير دولات قطر ما بعد تطلح القضية الشمال السوري بعد فيه وقت هو ما قال الشيخ نايب ولا الشيخ حمد قال تفعنا مئة وثلاثين مليار دولار وتهوشنا على الصيدة وفلتت الصيدة وفلتت صوريا من إيبن حمد بن جاسم حمد بن جاسم هو واطراعا أمير بندر بن سلطان أمير بندر بن سلطان كانوا اشتلقوا على اللعبة أنه عملية إخوان مسلمين العملية لنا تغيير نظام ولنا شيء ساعتها قالوا بدي ألفين مليار دولار تعامل خطة وشيل الأسد ألفين مليار دولار قطر ما بتدفعهم حطوا حطوا شرط تعجيزي يعني السعوديين لأنه اشتلقوا حتى السعوديين كانوا بلش يحكموا مع السوريين مع اللواء علي مملوك بأكل إيام كان فيه ثلاث طيارات كبار هاودي الباسورد طبعهم بأمريكا ولا طيارة تقدر تقلع من هؤون إلا إذا تسكروا الباسورد بأمريكا طبعها لذلك هؤلاء اللواء فيهم بالرياض هلأ يومتا أنا بذكر هالمفاوضات كنت موجود يعني وبعدين بالسنسين تقيت بالأمير مغرن بن عبد العزيل تقيت فيه عند علي مملوك اللي هو علي مملوك كان جاي معه زباط وكل شي الجماعة كانوا فتحوا خطوط يعني بعد فترة أنا اللي بدي إليك يا أنه دغري العرب بيتفقوا ببعضهم بس بديك توقفي إجرام نتنياهو بس اليوم إيران إلى مصلحة رئيسية أنه تظل ماسكي ورقة لبنان بإيدها وسوريا خارج اللعبة سوريا اليوم هي دعمة للبنان بس خارج اللعبة شوف فيها طعمين وضعه كتير الاقتصادي تعبان وبدأت حسن وضعه والروسي لا يريد أحد غيره بسوريا خلص العرف أنه المطار مشين هيك الدكتور بشار الأسد أقرب إلى روسيا من إيران مش عارب هو مش قصة مش هيك القصة أنه الضغط الأمريكي والعالمي عليه لبشار الأسد للرئيس بشار الأسد أكبر بكتير من دعم إيران ضغط عليه من هيك يحتمي بالروس شو بدي أعمل طيب؟ يعني إذا كانت قاعدة حمايميم خيرا حالهم طعوا خلصوا رحلوا حالبلد حمايميم على خمسين ستين سنة بور تارتوس بور ليد إي كل شي كله يعني يكون فيهم الروس صاروا هني بدون يكونوا بالمياه الدافقة بحر الأبيض متوسط بأنه حالهم وبيحموا نعم هو بهذا المكان قده أنه أنا هاي رأيه أنا ما أقول المعلومات بس هاي ده رأيه يعني في بعض كان عم بيقول أنه نصح الرئيس الأسد بأنه يا راسك يا راس إيران فقال أنا أساسا مش مش هلقد متمسك بإيران صح هاي ده الكلام؟ أنا ما بعرف هك أنا ما كنت معه يعني وطي شي ضابط مش ضابط مش مش الحال وما رح يبقوا الإيرانية عقارة سوريا الإيرانية صاروا كتار يعني بضحي ضحي كمان جنوبية ست زينب من مقام ست زينب صاروا كتار يعني كمان هونيك بس أكيد ما رح ما بدأ اللي بتقول بيضل في بيضل في إيرانية بيضل في كل شي بس أنه بيعملونه نضوابط أكتر بيعمل نضوابط عم بيصير في مشاكل بسوريا بين الإيرانيين وحتى بين هلأ حزب الله بعتقد كتير فيه من عناصر تم استدعائهم إلى لبنان صحيح صحبوا خصوصا من بعض البيتجرز نعم عم بيصير فيه مضوط أشكالات إيرانية سورية هي وفيه انسحاب لهم من الشيات الشعية صارت من بوكمال واصلموا كمان مجموعات بيخصوا الدولة السورية كذلك انسحاب روسيا من درعة من محيط قبل درعة كمان يعني فيه اطمئنان لا ما بعرف شو تصير فيه شي معين بالدسير بالمنطقة هونيك اطمئنان لا شو يعني روسيا تينسحب من درعة ايه لمين عم بسلمها ما بعرف ما فيهم قبيلون إسرائيلي اه بمكن إسرائيل تاخد أراضي ما بعرف والله ما أنا عارف مش عارف شي وقت قيل نتانياه خريطة الشرق الأوسط ستتغير أنا بحصك بتعارف أنت حسي هك بس أنا مش حسي هك عندي سالك مش طالعة سوريا ما بعرف نسيت والله اللي زمان مش زمان كتير نسيت لأنه كل اليوم من يتهموا بما أنه كنت عم بحكي عن لواء السيد بأنهم المرتزقة اللي قلبوا على حزب الله وإيران هو سيد عم يحكي عني كان لا ما عم يحكي عنك مش شرط مصابي لا أنا سيد صحبي أنا وياه ما في شي هو بيعرف ما هو قف أنا أنا كنت معه لا هو معروف أنه موقفك اليوم مع سوريا حضرتك ما يعني سوريا بتعتبرها حليفة لألك صح أصحاب أنا وياه أكيد شو لك بس إيران لا إيران بالعم تعمله وتقاتل بالشباب من بعد ما تركه السيد نصر الله وما عملوا شي لإسرائيل أكيد شو بديهم تعمل مع إيران إيران فكرة توسعي أصفهاني ما بعرف شو بقوله أنه يعني ما إيران يعني شعب شعب طيب وجماعة بيفهموا عم نطلع نحن على الإعلام ونحكي وكل شي جماعة يعني إيران ماذا تريد من لبنان يعني أوكي الدول العربية معروف أنه دول عربية ببعضنا بس إيران ماذا تريد من العرب حدا فيه أيوبنا إيران تريد التوسع مش تشيوع توسع أهم شي توسع طوال طعم الأمور التورية الفارسية اللي كانت عملتها من زمان على حساب كل شي الإسلام وغير الإسلام إيران بهمة هذا الشي هلأ معه أنه من إحنا بدنا نصدق أنه سيد الخامين يعطلين هم الإدس يروح يقدس فيه شوالحكي يعني ما بصدق هيك هو أزكى من هيك يعني الفكر الخميني والفكر هو فكر توسع أكثر من قضية الإدس الإدس عملوها عميس عسمين ورقة ورقة ربيحة هذا رابط كل بأسس الثورة الخمينية هم حكيكي صراحة شو بديك أحكي أنا ما بكذب هم بحكي أنا أعطي بديك أحكي ولوفك ما بلوفك أنا أصلا إذا بلوفك لغري ما بيزبطوش معي هم بحكيكي صراحة أكيد شو لكان طب إنه بديوا يسترد الإدس ما بيقصوا في إسرائيل ليلة نهار طب شو لها كيف بس هني عندهم حساباتهم بس بركي كان الحكي أكثر مما هو فعلا بالفعل هيدا اللي ناس ناس اعتبرت إنه إنه لحد اليوم عم بتقول ناس طب وين الصوريخ الباليستية وين نزيل إسرائيل وين يعني إنه بركي فعلا ما كان فيها الكدرة من الأساس طب هني حطوا هالفكرة براسنا ومراس كل العالم هني كبروا حجرهم هني مش إنه إيران مبدة إيران غير قادرة على مواجهة العالم إذا غير قادرة يعني بتكون خربت يبدو إنه غير قادرة لأنه حلفاء الحزب ينضرب الحوسيين عم ينضربوا عم بيروح الطيران إسرائيل يضرب بالعراق طب إنه كيف شكل عم يقاتل ناس بقلب العراق والأمريكاني عم يضرب إنه كل يعني كل إذا بدنا نقول ما بدون الأزراح ولا فائقة اللي هي شجعتهم وقوتهم وكذا تركتهم هلأ بمجد رئيسي جديد من بعد طب هلأ الرئيس رئيسي لا هلأ ما بنعرف كيف مات عرفين كيف مات ما أنا قاله قضاء وقدر صار عطل بالجاو ما هلأ ما بنعرف كيف مات معه ثلاث طيارات مواكبة كانوا قالوا بالطيار وظلوا مكفيين شوان مواكبة هاي أول شي تاني شي لا هلأ إسماعيل هنيه كيف مات بصاروخ بانتجار تحت مخط وما بنعرف كمان ما هني عندهم غموض يعني جماعهم عندهم غموض إما تقصير أو غموض أو ما بدون يحكوا يعني في شي مش منش صحيح